بسم الله الرحمن الرحيم انتهاء القمة الاوروبية بين منتخب اسبانيا ومنتخب الالوان بالتعادل الايجابي واحد واحد بصراحة مباراة النهاردة انا شايفها انها كانت مملة جدا جدا خصوصا في الشرط الاول في الشرط الاول منتخب المانيا منتخب الالوان اعتمد على قويته البدنية واعتمد على الضغط العالي طبعا زي كل مباراة بيعملها وكان عاوز يضغط على اسبانيا في منطقتها وما يخليهاش تطلع بالكورة لكن منتخب اسبانيا بالسرعات اللي عنده عارف انه هو يستحوز على الشرط الاول كله ووصل نسبة الاستحواز ل63% لمنتخب اسبانيا لكن استحواز سلبي بدون اي فرص حقيقية الا فرصة واحدة صدها مانوال نوير وجات في العرضة غير كده ملخص الصود الاول كمان روديجر جاب هدف تحسب افصيد لالمانيا ده ملخص الصود الاول زي ما قلنا في الصود التاني بقى كل مدرب عمل التغيرات بتاعته اذا كان انريكي اللي ضيع منتخب اسبانيا النهاردة بالتبديلات بتاعته ولا اذا كان هاينز فليك النهاردة هاينز فليك بصراحة التغيرات بتاعته كانت في محلها وايجابية جدا وعارف انه يجيب هدف التعادل انريكي النقطة الوحيدة اللي عملها في التغيرات انه هو نزل مراطة ومراطة نزل جاب هدف لكن نزل وليام بصراحة موت اللعب ويطلع جوردي ألبا بعد بخرج جوردي ألبا بديئة واحدة منتخب المانيا جاب التعادل النهاردة زي ما قلنا ما كناش متوقعين ان المباراة تكون كده انا كنت اتوقع انها تكون مباراة مسية اكتر من كده فيها اصارة وفيها ند بين الفريقين لكن النهاردة الفريقين كانوا خايفين من القصارى وده كان واضح جدا كمان منتخب ألمانيا في الصود الاول زي ما قلنا كان منتخب رد فعل مش فعل خالص يعني كان بيجاري منتخب اسبانيا آه لكن برضو كان بيلعب يعني على الكنتر أتاك بعكس منتخب اسبانيا في الصود التاني اللي اتقلق بالحال ومنتخب اسبانيا بعد الهدف هو اللي بيلعب على الكنتر أتاك وكان فيه اكتر من هجمة مرتدة لمنتخب اسبانيا بس طبعا لعب منتخب اسبانيا ما استغلاش لاستغلال الصح طبعا احنا عارفين ان منتخب ألمانيا قوة بدنية رهيبة وده خلى انريكي ان هو يقول للعيبة بتاعته انها الكرة تفضل في رجلها اطول وقت ممكن لان احنا عارفين في الصراعات السنائية كلها هتكون لصالح المنتخب الألماني ده بسبب القوة البدنية اللي لعبي منتخب ألمانيا والصراعات طبعا لكن برضو منتخب اسبانيا عنده لعيبة مهرية جدا 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 طبعا امثال براندوريس امثال جافي اه لكن القوة البدنية مش عند منتخب اسبانيا يعني مهارة اه سرعات اه لكن قوة بدنية لا بعكس طبعا منتخب ألمانيا اللي عنده سرعات وقوة بدنية وكان اي سنائي او اي الالتحام كان يتفوق فيه المنتخب الألماني مش عارف انا منتخب ألمانيا اجسام ما شاء الله والوان يعني مش عارف انا اقول ايه منتخب ألمانيا النهاردة هتحسه مش في تركيزه خالص وانا شايف ان الفوز كان ممكن سهل جدا لمتخب اسبانيا منتخب اسبانيا كمان ضيع فوز سهل جدا على منتخب ألمانيا بصراحة انا كنت اتبنى ان منتخب اسبانيا يكسب لكن الحسم تأجل للجولة التالتة يعني دلوقتي قدت فرصة كبيرة جدا لمنتخب المانيا وانا متأكد ان منتخب المانيا هيفوز طبعا على كوستاريكا وهيصعد يعني ممكن اللي يصعد منتخب اسبانيا ومنتخب المانيا انا كنت عاوز بصراحة اليابان اليابان عملت مبارك ويسه جدا قدام المانيا لكن قسرت النهاردة بكوستاريكا بطريقة ضرامية جدا جدا زي ما قلنا مباراة انا شايفها مملة جدا بين اسبانيا والمانيا وما كناش متوقعين ان المباراة تكون كده لكن اؤكد واقول تاني ان انريكي وتبديلات انريكي ضيعت فوز سهل جدا من منتخب اسبانيا على المنتخب الالماني اللي كان متخازل جدا النهاردة احنا عارفين طبعا ان منتخب المانيا مش جاي لعب كرة هو جاي يدعم البسليين وجاي يقول رأيه لكن هو الكرة البطولة دي من شكله كده مش عاوزها والله اعلم لكن اعرفوا في الاخر انهم يتعدلوا في اخر الاوقات في الديها 83 وهدف صاروخي لكن صراحة اقول تاني اسبانيا ضيعت فوز سهل جدا جدا وكان ممكن يجيبوا اكتر من هدف لولا نوير ولولا الحظ كمان وقف مع منتخب المانيا ده كان بالنسبة للمباراة اسبانيا والمانيا ديربي اوروبا بالنسبة للمباراة كندا وكرواتيا كرواتيا النهاردة عرفت انها اترجع هيبتها تاني وبتفوز اربعة واحد على كندا صراحة بعد ما المنتخب الكندي كان متقدم في اول دقتين عارف ان المنتخب الكرواتي يتماسك من تاني وانه يجيب اربع اهداف ويفوز بالمباراة مباراة كبيرة جدا بصراحة من منتخب كرواتيا وكان الرد فيها قوي جدا من دالتش في الملعب دالتش من مدرب المنتخب الكرواتي رد في الملعب والنهاردة بعد الانتخاذات الكبيرة اللي توجهت لي بعد التعادل الاخير اللي عجبني النهاردة في اداء الكرواتيا هو التعامل مع المباراة بمنتهى الهدوب بصراحة بعد تقدم كندا ما اندفعش منتخب كرواتيا الى الامام او ما ترجعش الى الخلف لكن اللي تمه هو ان خط الوسط بقيادة كوفازيتش صعد الى التلت الاخير من الملعب واحكم قبضته على المباراة طبعا مع تواجد كراماريتش بشكل دائم بين المدافع المحور واستغلال المساحة الشغرة بينهم ادوار بريزيتش النهاردة كانت ممتازة جدا في التواجد بالمساحة بين الخط وعمق الملعب وشكل جبهة قوية جدا مع سوسا النهاردة بريزيتش النهاردة عمل مباراة تاريخية مباراة ولا اروع النسق اللي قام به كوفازيتش كمان في الفاينال سيرد في توزيع اللعب للاطراف وفي العمق بجانب انه خلق اربع فرص تهديفية محققة كاكتر لاعب يخلق فرص النهاردة بصراحة كوفازيتش عمل مباراة برضو كويسة جدا مع بريزيتش النهاردة ومنتخب كرواتيا كله يعتبر عمل مباراة كويسة جدا ويرجع الروح المعنوية تاني للعبين كرواتيا كانت ممتازة في الهجوم كمان وخلقت العديد من الفرص وتواجدت في منطقة جزاء كندا بتسع مرات وتم التسجيل ثلاث اهداف من داخل المنطقة ثلاث اهداف سجلها منتخب كرواتيا من داخل منطقة الجزاء وهدف من خارج منطقة الجزاء وصراحة عمله مباراة كويسة جدا 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 الجولة الاخيرة هتكون صعبة جدا على منتخب المغرب خصوصا لان منتخب كندا بشكل مؤكد خارج كاس العالم وخلاص طلع لكن هيكون عاوز يرد يعمل او يعمل رد فعل قدام جمهيرو ويظهر بمستوى كويس جدا ويحنا عارفين ان المنتخب المغرب يعني بنسبة كبيرة ان شاء الله في الدول القادم لكن مباراة كندا وممكن كندا تضيع عليه هنشوف انه هيحصل للمنتخب المغربي في الجولة الاخيرة قدام منتخب كندا ونتمنى طبعا ان المنتخب المغربي قادر ان هو يتجاوز المنتخب الكندي زي ما تجاوز المنتخب البلجيك النهاردة فان شاء الله القادم افضل لمنتخب المغرب وبنسبة كبيرة ان شاء الله منتخب المغرب قادر على تخطل عقبة كندا مباراة صعبة جدا جدا لان احنا عارفين وقلنا زي ما نقولنا ان كندا خلاص خرجت بشكل رسمي وهتضطر انها تظهر بشكل كويس قدام جماهيرها عشان ترجع السيقة شوية بصراحة منتخب كندا يعني عمل مباراة كويسة قدام بلجيكا وما كانش يستحق القصارى خالص لكن جاه النهاردة قدام كرواتيا المباراة كانت صعبة جدا عليه وواجه خبرة كبيرة جدا من لعب كرواتيا وكان عندهم دفع قوية للفوز وخسروا بربعية نظيفة دول كانوا اخر مباراتين النهاردة بمباراة اسمانيا والمانيا ومباراة كرواتيا وكندا وفي النهاية هل تتوقع ان منتخب المغرب قادر على تخطي اقبة كندا والصعود للدور القادم ولا لا اكتب لنا رأيك في التعليقات وما تنساش في نهاية الحلقة اللايك جميل بتاعك وعمل شرك للقناة ومش عامل وفعل زر الجرس نشوفكم في الفيديو الجاي سلام كبري ادوش يا سلام على التكتيك والافكار العالمية